محمد تحس انه يعني مباراة الاوكاس السوبر والمنافسة اللي راح تكون فيه بالنسبة مثلا الاتحاد والنصر وتكون هي يعني منافسة في اول مباراة يعني صارت بينهم اتحاد والنصر عشيس انه يرقون للنهاية وقابلون الفايز من الهلال والفيحة كيف راح تكون اجواه هذه المباراة بشكل عام البطولة هميتها بالنسبة للانديا الموجودة فيها بدون لدينا شك البطولة بطولة يعني استحداث جميل فكرة جميلة صحيحة يمكن التوقيت غير مناسي يمكن كثير من الانديا خصوصا في وسط الموسم ولكن بسبب كأس العالم وبسبب تأخر التوقيت الكبير اللي بين بداية الموسم ولكن بصراحة الانديا الموجودة اكيد انها حتكون اثارة وندية خصوصا الاتحاد والنصر اللي ما خلصنا من المشاكل اللي بينهم في خارج الملعب ترجع مرة ثانية ولقاء كبير في كاس السوبر الصراحة تسويقيا كاس السوبر حيكون الاجمل هذا الموسم خصوصا يكون في ممكن موسم الرياض حيكون شكل اجمل الجمهور سيكون حاضر فاعتقد بدون ادنى شك في ايجابيات في هذه البطولة اهمها انه اكيد راح يكون هناك نادي جماهيرة حيكون في النهاية ما تعرف يمكن يكون الاتحاد مع الهلال حيكون النصر مع الهلال ولا ننسى الفيحة بطل بطل كأس الملك يمكن ان يفجر المفاجأ ويقصى الهلال ولكن بدون جدال بطولة بصراحة اشوف انها من اجمل البطولات لقيمة في كاس السوبر خصوصا انها كانت في فترة ماضية من 2012 اول بطولة كانت كانت بين الشباب والاهلي ولكن منذ بداية مع الفتح والاتحاد وهي بطولة تتدرج في مستواها الفني والمتابعة خصوصا بطولة قيمة في لندن مرتين متتاليتين تواجه النصر والهلال ايضا بالنهائي فكذا انها بطولة مهمة بطولة سيكون لها زخم كبير اعلامي وحتى جماهي